يعني الذي وفقه الله تعالى للخير فليحمد الله على ذلك أما من كانت خلقت القدرة فيه على المعاصي فلا ينومن إلا نفسه يعني يستحق العقابة عليها فالله تعالى عنده خزائن كل شيء والله لا يصف بالفقر سبحانه وتعالى الغني الكريم الذي يعطي ولا يبخل قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم أرادوا ذن الله وشتم الله وسب الله وهذا مخرج من الدين هذه العبارة استخفاف بالله والاستخفاف بالله يخرج من الإسلام قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هذه الآية نزلت لما اليهود سمعوا قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هم أخذوا على ظاهر الكلام فقالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن الأغنياء وهو الفقير الله قال سنكتب ما قالوا يعني سنأمر الكتبة الحفظة الذين معهم صحف رقيب عتيد مع كل واحد منا يحفظون عليهم هذا الكلام وسنحفظ أيضا معه قتلهم الأنبياء بغير حق هذا لأن أجدادهم قتلوا الأنبياء وهم اليهود قتلوا الأنبياء فهؤلاء أقروا ما فعله الأجداد فنسبت إليهم لأنهم وافقوا في هذا والعياذ بالله وتقول لهم الملائكة يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق يعني عذاب النار كما أذقتم المسلمين التعب والنكد وضيقتم عليهم في هذه الدنيا إذن الله تعالى الواجد الماجد الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم تبارك وتعالى عظيم القدر وعظمة الله تعالى بأنه لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء وما عظمه الله فهو عظيم شرع الله عظيم أنبياء الله عظماء أحكام الدين عظيمة المساجد عظيمة شعائر الإسلام عظيمة فما عظمه الله يجب تعظيمه ما عظم الله لا يجوز الاستخفاف به ما عظم الله يجب أن نعظمه كما قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالمؤمن من شأنه يعظم شعائر الدين معالم الإسلام العلامات التي تدل على أن هذا من الإسلام صلاة الجماعة عيد الفطر رمضان فما كان ظاهرا من أمور الدين كالأذان الصلاة الحج الصيام العيد الأضحية الأضحية يحرم الاستهانة والاستخفاف بما عظم الله وانتبهوا ولا نصغر معصية يعني لا نقول عن المعاصي مع ليش أو لا بأس ولا نستهين بعذاب الله لا تقول جهنم عذابها هيّ ولا تقول عنها كلاما يعارض القرآن لا تستهون ولا تستهين بعذاب الله بعض الجهال يقولون الجنة لعبة الصبيان وغدا نتدفأ في جهنم إلى غير ذلك الله تعالى ذمّا الذين يستخفون بهذا لأن الله عظّم أمر الجنة وجعل عذاب جهنم شديدا فمن هون عذاب جهنم ما عرف الله قالت اليهود كما أخبر الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداهما بسوطتان ليس معناه هكذا بل يداهما بسوطتان يعني واسع الكرم إذن ردّ الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تعالى الجارحة وإلى أن الله تعالى عاجز ومقهور وإلى أن الله تعالى فقير ردّ عليهم ربنا تعالى في القرآن الكريم إذن الله عز وجل هو الذي يقال فيه الواجد الماجد هو الجواد الكريم وهؤلاء هم البخلاء هؤلاء يدخلون النار يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى غلّت أيديهم يعني تكونوا أيديهم في أعناقهم مغلولة مربوطة ويرمون في جهنم نسأل الله تعالى السلامة إذن الله تعالى الماجد الواجد فإذا أردت شيئا من الله أذكر ربك بهذين الاسمين ومن ذلك أن يوسع عليك الله تعالى في الرزق تقول يا واجد يا ماجد بعض العلماء قالوا مئة مرة أو تقول يا كريم يا ماجد يا واجد مئة مرة هذا ثوابه عظيم وتستطيع أن تسأل الله غير المال كأن تسأله الشهادة في سبيله أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن تكون تربتك البقيع إلى غير ذلك اللهم يا الله يا كريم يا واجد يا ماجد يا واسع الكرم أكرمنا بالشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك على كمال الإيمان واجعل تربتنا البقيع يا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر